مرحبا بكم في فيديو جديد هذا الفيديو سنضرع على أهم مستجد كين اليوم وهو المذكرة خاصة بتنظيم الموسم دراسي لسنة 2020-2021 في ظل جائحة كوفيد-19 وزارة التربية الوطنية صدرت واحدة مذكرة خاصة واستثنائية لهذه السنة ومهمة جداً والتاريخ الهلاء 28 أغسطس 2020 كبيرة بزاف تقريباً فيها 60 صفحة هذه المذكرة وماشن نطلع على التفاصيل كلهم في هذا الفيديو لأنها تكون طويل هادي نحاول أن أعطيكم أهم حاجة وإذا أردت تفاصيل أكثر قولوا لي في التعليقات هادي نحاول ندير فيديوات أخرى للإشارة فقط هذه المذكرة هذه صدرات نتيجة مجموعة من الأمور موضحة موضحة الوزارة كل شيء موضح فهذا مذكرة هذه إذا هادي نمشي الحواج المهم منك العادة المقدمة مع ما ندرو إليها نمشي مباشرة إلى المبادئ والمرتكزات الأساسية تأمين الحق الأساسي في التعليم كيفما كانت الظروف مع اعتبار أهمية الحق في الحماية الصحية خلال هذه الظرفية الاستثنائية التي أعطت فيها الدولة الأولوية المطلقة لصحة المواطنين والمواطنات إذا بنسبة للتعليم هادي يكون حق أساسي لجميع التلاميذ كيفما كانت الظروف سواء عن بعد أو تعليم بتناوب أو حضوريا هنضروع اليوم من بعد وبطبيعة الحال يجب احترام مجموعة من تذابر الصحية أو ما يسمى البروتوكول الصارم الصحي لسمة الوزارة اعتبار نمط التعليم الحضوري بشكل أساسي ونمط التعليم عن بعد بشكل استثنائي غير أنه في الظروف الوبائية الصعبة التي ترتبط بها مخاطر محدقة بالصحة العامة تنقلب المعادلة ليصبح التعليم عن بعد والأساس انسجاما مع المبدأ الأول أعلى إذا كيفما عرفتوا بأن تطور الحالة الوبائية وليجعل الوزارة أن تأخذ القرار تقلب هذه المعادلة يعني ما يبقى تعليم حضوري والأساسي هذا يكون تعليم عن بعد أساسي واللي بغد تعليم حضوري رأى ممكن أنه يديره تفقين أفشي لاش كي أعطيكم الاستمار كي يقول لكم حضوري عمر ودفع المؤسسة لأن تعليم الأساسي هذا العام هذا هو التعليم عن بعد والأساس الاستثناء هو أنه لا تريد التعليم حضوري قد تفعل المؤسسة قد تريد حضوري تنوع الأنماط الطربوية بما يتناسب مع الوضعية الوبائية لمختلف المناطق ببلادنا إذا الأنماط الطربوية ركزوا لهذه نحضروا عليها من بعد هذه كل مبدأ التنوع يعني واحد للجهة يقصدوا بأنه كل منطقة سواء كانت جهة أو منطقة محلية أو جماعية هذا يحاول ما أمكن كل مؤسسة يكون عندها تعليم عن بعد ممكن مؤسسة أخرى لا يوجد حالات تقرأ تعليم حضوري كي من بعض المناطق اللي يشكلوا نسبين خطر يكون عندهم ما يسمى تعليم عن التنوع يعني كل منطقة ولحسب الحالة الوبائية هذه نشوفه نوعية تعليم لكي مثلا منطقة ألف أنا أعطيكم مثلا منطقة ألف فيها خطورة بالزفر يكون تعليم عن بعد منطقة باء ما فيها حتى شي خطر يكون فيها تعليم حضوري يعني هنا لا يوجد كل مغاربة يقرأ عن بعد كان بعض البلايس يقرأوا حضوريا 100% كان بعض البلايس يقرأوا حضوريا 50% كان لا يكون عن بعدات المؤسسة إذا كانت منطقة خطيرة تفقين الشركة يشرحونها بالتفاصيل لا لا نضروا عليه ما هو الأنماط الطربوية نشرحهم ما هو الأنماط الطربوية التي خرجت لنا الوزارة في هذه السنة تم اعتماد ثلاثة أنماط طربوية تنطلق من فرضيات مختلفة علما أنه يمكن تطبيق نماط طربوي أو أكثر داخل نفس الجهة أو الإقليم أو الجماعة حسب الوضعيات الوبائية المحلية إذا هذه الأنماط الطربوية هم هذه الثلاثة عدوكين ثلاثة لا يمكن أن تكونوا كلها في أحد جهة لا يجب تعرفون وتحصل الحالة الوبائية والعودة إلى الوضعية الصحية والطبيعية في هذه الحالة يتم اعتماد نمط العقار الحضوري إذا بإجبار التحصل вrap china وضعية سابقة وبائية تستلزم التطبيق التباع الجسدي بالفصول الدراسية ففي هذه الحالة يتم اعتماد نمط التعليم بالتناوب ندي إثن الإجنة دفعة الأيام này وهو راكين تعليم بالتناوب الذي يزاوج بين ماذا? بين التعليم الحضوري والتعليم الذاتي Não ,aroaisшее. يزاوج بين تعليم الحضوري وتعلم الذاتي هواذ نشرحه من بعد داخل الفيديوهات المقبلة تعلم الذاتي كيكون يؤكد تلميذ في المنزل له إذن إذا كان هذا الوضع يكون الإسلام والتباعد الجسدي يكون تعليم حضوري مرفق بالتعليم الذاتي وهذا ما يسمى بالتعليم التنوب استفحال الحالة الوبائية بما يستوجب تعليق الدراسة الحضورية وفي هذه الحالة يتم اعتماد النمط الطربوي القائم على التعليم عن بعد إذا لكانت التطور قدر الله كان الحالة الوبائية ومرتفعة بزاف فالوزارة مباشرة أو المنطقة فشكة تنتمي لها ستقرر تعليم عن بعد ما كانت تعليم حضوري وخا عمرت البطاقة أو الاستمارة إلا كان جاب الله تزاد الحالة الشرطة للعشرى رأى مباشرة يكون تعليم عن وعدة تسد المؤسسة إذن كخلص عما أفضل الحالة الثلاثة أدل أنماط الطربوية الثلاثة على حسب تطور الحالة الوبائية دي لكل منطقة ممكن تكون منطقة كما شرحت ما في حتاشي حالة رأى يقرأ حضوريا مفهوم؟ وبشكل عام فكلما تفاقمت الحالة الوبائية يمكن لأي مؤسسة تعليمية وفي أي فترة من فترات السنة الانتقال من التعليم الحضوري إلى التعليم التناوب أو التعليم عن بعد لاحظوا ممكن في شرط سعود تبدأوا التعليم حضوري مثلا في المنطقة إذا كانوا الحالة تزادوا في شرع شرع مباشرة يمشوا التعليم عن بعد ولا يمشوا التعليم بالتناوب هذا الشيء يرجع على حسب المؤسسة كما هو القارن للتخدث طب الحل كنت نسيق مع وزارة الصحة ومجموعة من المؤسسات التي لها السلطة في المنطقة وكلما استقرت وتحسنت الوضع الوباء يمكننا الرجوع إلى التعليم الحضوري وذلك بعد التنسيق مع السلطة المختصة إذا كانت شيء تقريبا هنا لا نستطيع أن نقرأ هذه الأمور يوجد واحدة مهمة جدا الأطور المرجعية تعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري إذا بزاف ديتلمت كي سؤلوني على الاستفادة لاحظوا معي يتعينوا على أمهات وأباء وأولياء أمور تلميذات والتلاميذ الرغبين في استفادة أبنائهم وبناتهم من هذه الصغيرة التربوية تعبئة هذه الاستمارة إلكترونيا يعني اللي بغى يقرر ولده ولا بنته اللي بغى يقرر حضوريا خاصة عمر الاستمارة إلكترونيا اللي بغى يقرر حضوريا أو مباشرة وفق الكيفيات التي سبق الإعلان عنها ما هي الكيفيات هذه؟ خرجت الوزراء واحد الاستمارة كانت في الصفحة الرسمية وفي الصفحة الرسمية وفي الصندوق الوصف وأيضا كما قلت كانت في الصفحة الوزراء في الفيسبوك تتعمرها إما تتسجلوا إلكترونيا أو تتعمرها والتاريخ ردوا البال يجلزكم بأخير التاريخ وذلك ابتداء من فاتح شوتنبر كيف تشدوها بنسبة الاستمارة التي تعمروا تكتبوا واستيل وتعمروها بفاتح شوتنبر إلى غاية اليوم الثالث آخر أجل هو ثلاثة أفشار ردوا البال رأي لفتو ثلاثة أفشار عما أتشي قبلوا منكم استمارة ديالتعليم حضوري إذا نشي اللي يذكرون هنا إلى آخر هذا وسيتم إبداء الرأي من طرف سيدات وستادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية في نمط التعليم مقترح إذا المديرات سيتم إبداء ثلاثة أفشار يجمعوا هذه الاستمارات ويشوفوا العدد ما الذي يريد أن يريد حضوري ثم يختاروا النمط أو النمط المناسب ذلك الأنمط الذي سرحت ذلك الثلاثة ألي قبل يختاروا النمط الطربوي المناسب ولي على ضوئه بطبع الحال سيتم اعتماد هل تعليم تنوب أو عن بعد أو حضوري ما نكمل هنا وحاجة المهمة بزاف بالنسبة للمراقبة المستمرة كتسولون على المراقبة المستمرة الفروض وإعمال الوظيفة الجزائية للمراقبة المستمرة التي تسايم في تحديد معدلة الانتقال من مستوى الآخر وضمنا لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المتعلمين والمتعلمات يتم الحرص على تنظيم هذه الفروض بشكل حضوري يراعي شروط السلامة الصحية والتباعد الجسدي وسيتم تأثير عملية المراقبة المستمرة عبر المذكرة ستصدر لاحقا في المنضوع منسبة للمراقبة المستمرة الفروض المتحانة سيكون لديكم حضوريا كيف اخترت عنبوها هذه تنظيم لكم مؤسسات وتوفر لكم شروط السلامة الصحية لكي تنظيم المتحانة إلى المنطقة في الحالة الوبائية مرتفعة مفهم؟ المراقبة المستمرة ستكون حضوريا هذا هو الجديد الذي كان هنا بسافة الأمور كيفية مذكرة لا يمكن أن نقوم بها في الفيديو ضروري أننا نحاول مع أمكان هذه الأخصات الأمور الأولى قسمها على شكل الفيديوهات لأنكما تلاحظوا المذكرة رائعة كبيرة طويلة بزاف هنا كان مجموعة من الأمور عندها علاقة بالتعليم للصفة عامة ولكن هنا كان أعطيكم الحواج لكي يهموكم كتلامي مفهم؟ هذين نحاول نفسر مجموعة من التفاصيل في فيديوهات أخرى نشرح لكم والتعليم بطبيع الحل الحضوري كل مرة مشروحين فاد المذكرة هذه كل فيديو يكون منفصل على الفيديو الآخر باش تفهموا كانت مننا أن هذا الفيديو فهمتوا شنو قلت فيه ووضحت مجموعة من النقاط المهمين ما فيها بس أنكم تبرتجيوا الفيديو مع الأصدقاء ديلكم على الأقل حربوا غير ذلك الإشاعات اللي يدوزوا في اليوتيوب عن طريق أنكم تبرتجوا غير مع الأصدقاء ديلكم يعرفوا أشنو تابعو أشنو كين عندهم تفقين إذن الخلصة دي لهذا الفيديو الجديد هو أن عندكم تعليم حضوري اختيار بين تعليم حضوري تعليم عن بعض تعليم بالتعليم بالتعنى وممي كيف تسمون الوزراء بالأنماط الطربوية هذين حاول نفسر تفاصيل أخرى هذين بدون النمط الطربوي القائم على الثاني ونشرحه في تعليم حضوري وتعليم ذاتي إلى آخر إذن إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته